قدم نادي مانشستر يونايتد مدربه الجديد البرتغالي جوزي مورينيو لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي أبرز ما جاء في هذا التقرير في هذا المؤتمر في التقرير التالي مورينيو بقميص اليونايتد هذا الخبر انتظره عشاق الشياطين الحمر طويلا ليتحقق أخيرا ويقودهم خلال الموسم الحالي أولد ترافولد معقل الفريق الإنجليزي تجمع به عدد من ممثلي وسائل الإعلام المختلفة لالتقاط الصور له بالقميص الأحمر وبعدها عقد مؤتمر صحفي للبرتغالية تحدث فيه عن مستقبله وتطلعاته مع اليونايتد حيث أكد أنه لا يقبل العمل بدون نجاح ولن يلتفت أيضا للضغوط المحيط بعمله وأهمها رغبة الجماهير في العودة للبطولات من جديد الملقب بالاسبيشال ون لم يتخلى عن عاداته بالتصريحات المستفزة والمثيرة للجدل حيث أشار إلى أنه يسعى لتحقيق البطولات دائما وليس مثل مدربين آخرين لم يفوزوا بأي بطولات منذ عشر مواسم في تلميح واضح له للفرنسي أرسين فينجر مدرب الأرسينال مورين يختم المؤتمر الصحفي بالقول أنه يخطط لضم أربعة صفقات جديدة لليونايتد مؤكدا أن طموحه أكبر من التواجد ضمن الأربعة الكبارة في الدور خلال الموسم المقبل تفتتح يوم غد مباريات دور الأربعة من بطولة أمام أوروبا لكرة القدم المنتخبات الأربعة التي وصلت إلى دور نصف النهائي في هذا التقرير تفتتح مساء يوم غد منافسات الدور نصف النهائي من بطولة أمام أوروبا لكرة القدم بعد وصول أربعة منتخبات إلى هذا الدور المنتخب البرتغالي تمكن من التأهل بدور المجموعات بتحقيقه ثلاث نقاط من ثلاث تعادلات وضعته في المركز الثالث بعدها أقصى المنتخب الكرواتي بهدف دون رد في ربع النهائي واستطاع أن يقصي بولندا بركلات الجزاء الترجيحية ليدرب موعدا مع ويلز في نصف النهائي بدوره منتخب ويلز تصدر مجموعته على حساب منتخب إنجلترا وفي دور الستة عشر أطاح بإيرلندا الشمالية بهدف يتيم قبل أن يفجر طاقاته بالفوز على بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل هدف المانشافت الألماني تمكن من التربع على صدارة مجموعته برصيد سبع نقاط بعدها ضرب موعدا مع سلوفاكيا وأخرجها من البطولة بالفوز بثلاثية نظيفة وعند ملاقات منتخب إيطاليا في الدول الذي يليه احتاج لركلات الجزاء الترجيحية للفوز عليها المنتخب الفرنسي بدوره تصدر مجموعته بعد أن حقق سبع نقاط كاملة ليلقي منتخب إيرلندا ويقلب تأخره إلى فوز بهدفين مقابل هدف قبل أن يحقق فوزا عريضا على أيسلندا بخمسة أهداف لهدفين ويلاقي منتخب ألمانيا في لقاء ينتظر أن يكون قويا أو مثيرا